هل نستعلم المساعدة بحضرتك؟ أهلا بيك أنا دكتور عادل فاروق أستاذ أمراض نساء بكلية طب القصر العيني وكنت أول من لفت نظر الناس للحالة بمجرد نشرها على الصفحات السوشيال ميديا وأنا قمت بنشرها وأنا يهمني أن أنا بس نأكد للناس قدرة الأطباء المصريين على التشخيص والتعامل مع هذه الحالة وحترك لحضرتك مجال الحديث ولن أقاطعك إلا بما يضيف لحديث تفضل كانت خير أستاذ أستاذ إحنا طبعا بلغنا بالحالة منذ تقريبا أسوء إنه حالة تتولد ولكن محتاجين حفظا لأنه في جنين داخل جنين الأطباء حركة أستاذنا طبعا أنه قد يحدث هذا بنظريتين إما أنه توعا فعل الجنين كان لنموه مكتمل أو غير مكتمل يكون داخل بطن الأم مع توعا مآخر وقد يكون ورم حميد يوجد بالطفل تماما تراث الدرمويد يحتوي على العظام ويحتوي على شعر ويحتوي على أسنان قد يحدث هذا ويكون داخل جنين نفسه وداخل بطن الجنين نفسه اللي في داخل أم دي نظريات نشوق هذه الحالة إما أنه كان جنين تاني ولم يكتمل وموجود ده أو أن الإناس المبيض بتاعهم بيطلع أورام حميدة اسمها ورم التراتوما أو الدرمويد سيست وده يكون مبيض الأنسة اللي ولدت دي طلع هذا الورم الحميد اللي بيوماسل الأكياس الجنينية دي نظرية نشوق لهذه الحالات تفضل فانت بالضبط بالضبط فاستقبلنا فعلاً هذه الحالة وأتقام مع الزملاء الإعلاميين وقناة سوشيال ميديا وقناة أخر بتطوير الحالة واللقاءات مع أي شخصير ومع الأستاذ بطور عبداللقيطة موازل وأستاذ الأطفال حديثي الولادة والتورانتيسة حتى الرفعة والزملاء في المستشفى وكان أول أمس كان أطمر جراحة طب الجراحة الأطفال وكنت أنا مقدم كلمة في هذا الموطور وكان معاه الأستاذ بطور أحمد متحذ زكي أستاذ ورئيس جمعية جراحة الأطفال الماثرية وفعلاً جم built in the morning بعد أن خلص الموطور أول أمس راحل الأستاذ بطور محمد عبدالقاطر أستاذ جراحة الأطفال ومعول أستاذ بطور أحمد متحذ زكي أستاذ ورئيس جماعية جراحة الأطفال وفعلاً أجرى العملية أول أمس مساءاً بالليل سعبتاشرة او اتناشر بمسيان وقاموا باستقصال الورم وطفل انا بعت صوره بعد العملية وقبل العملية للقناة البيتسي يتمتع بصحة جيدة وفعلا ثبت ان هذا الورم به رأس وبه ردومنتر لينبس كده يعني اعظام غير مكتملة وهو يحتوي على بعض العظام وبعض السلام لكن يحتوي على كامل العضاء كلانجس او كهارت او بيحتوي على هارت يحتوي على لانجس فده اللي حصل والحالة حاليا الطفلة حاليا تتمتع بصحة جيدة وبكامل التنفس سويسة على جهاز تنفس صناعي ولكن على اوكسون في انكبيتر على ميزة الاوكسون عنجس انا ما يهمني في هذا ان انا اعرض للناس الحمد لله البرنامج ده بيشاهده كثير من الناس في الوطن العربي ان قدرة الاطباء المصريين على تشخيص الحالة قبل لان انا عرضت صور الصناع اللي قيل ليه ان وبعرض اسم الاستاذ دكتور رامي بركات الهام بتشخيصها قبل الولادة ثم الكوادر الطبية اللي ولدت دي ثم ان كان معمول الحساب ومطلوب حضانة ومحضن للطفل علشان الحالة معمول حساب ان فيها المشكلة دي ثم رعايتها بعد الولادة ثم القيام بالجراحة والرعاية بعد الجراحة وتصبح هذه الطفلة الحمد لله صحيحة معافاة بفضل الله وبفضل مجهودات حضراتكم وطبعا ان يتزامن ده مع مؤتمر قسم جراحة الاطفال بكلية طب قصود يعني حاجة جيدة جدا وتحسب بالفخر وتمجد المؤتمر غير ان المؤتمر يمجده القائمين عليه وحضراتكم بتشكل حضراتك جدا افندم حضراتك تحب تضيف اي شيء يعني بقول مستشفى طب الاطفال مستشفى طب الاطفال الجامعي في قصود مستشفى كبير جدا مستشفى تكبر حالات من بنسويف الى حالات بوشلسين وبهوحدات متعددة ونينيتر 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 وكيلة الاطفال لكن هو يعني يمكن الاعلمين يساعدونا بقى في توفير التمريد اللي يعجزنا الرحيد التمريد بس مؤتمر ده للأسف ما لا يعلمه الناس ان انخفاض نتائج الاطفال المبتسرين اللي بيخشوا الحضانات والرعاية المركزة للاطفال سببها الرئيسي التمريد هذه معاناة مصرية اذا توفرت الاعداد فلا تتوفر الكفاءات فللأسف الشديد دي مشكلة والناس ما تعرفش ممرضة التمريد بتاعة الرعاية المركزة للاطفال وحضانات الاطفال دي تدريبها بيبقى شكله ايه والامكانياتها ايه وقجرتها شكلها ايه عشان الناس تقول ان الحضانات في مصر غالية وليه بنتفع في الحضانة قد ايه في اليوم ما يعرفوش الحكيمة المدربة والدكتور المتدرب دول الشيفت بتاعهم يكلف قد ايه علشان توفر كوادر بالمنظر ده بالتوفيق يا فندم بالتوفيق ان شاء الله لكل طب اصيوت الحقيقة يعني مكان من الاماكن المتطورة علميا جدا وهذه شهادة حق يعني وانا طبيب في واستاذ جماعة في الاصر العيني فيعني رأي يؤخذ ويهزن به الطب اصيوت الحقيقة في قسم النساء والاطفال متطورين جدا 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 وهذه شهادة شهادة حق بعيدا عن هذه الحالة بالتوفيق يا فندم شكرا لحضرات جدا شكرا لحضرات جدا